أهلا وسهلا فيكم من جديد أبدع المخرج السوري غسان زكريا في مجموعة من الأفلام إضافة إلى كتابة العديد من السيناريوهات ومن المسلسلات التي كتبها أظاهر بيبرز الأمين والمأمون وعن ترى رائحة المطر وبعد السقوط وعلى صعيد الأفلام الوسائقية لدى غسان زكريا فيلمان جدار هش ويطير الحمام راح يكون معنا غسان ضيف على السكايب من فرنسا لكن بالبداية خلنا نشوف أجزاء من فيلمه جدار هش يكثر الحديث مؤخرا عن ظواهر اجتماعية تعزى إلى فوضى يفترض أن الثورة سببتها أستعيد اليوم مادة صورتها بصحبة فريق صغير عام 2006 في محيط الرقة عن الزواج الموكل يومها لم تكن الثورة السورية قد قامت بعد ولم تكن لعنة داعش قد حلت على أولئك الطيبين الذين استقبلونا بحرارة وحب أعزبني واحد من أصدقائي قال لي خيوه راح بيعدنا تلبيسة اليوم وراني بالي تلبيسة يعني مثلنا هنا جمعة وناس وكذا راحنا على صالة اتحاد النسائي فتنا ونهم صافين كرأسي كالعادة يعني فتنا جاء المأزون هذا شيء قال خيوه تأخر عين العريس قال لهم لجت الناس خيوه أنا عريس قالوا مالحظ يجاء العريس وراء قاعدين وشان يفوت العريس فاتوا ليه صغير لو جاكيت جاكيتهم عند ركفتوا ليه شنو هذا قالوا هذا العريس قال المأزون هذا ما يصير يا أخي عريس حرام يخيج لهم الموجودين يا أخي هذا عريس أمر 12 سنة 13 سنة ما بي 13 ما يكمى 13 إذا الصبح ما تفتروا بدوا يبتي يبتي والله قاعدة بسد المأزون حطولوا على الكرسي حطولوا مخدة شويته ينهض يجلس الرجلين ومعدي صنع لقيا قالوا شما يحكي لك تكرر براي طبعا الصالة كلها بيش يميد الرجل إلقى حالبرة تسمحها خطب الهاتف الأولاد يقولوا لقد زوجتك ما يرد قال له يا خيو أبو أنت وكيل عنه وأنت يحكي عنه قال الشيخ لا ما يصير له يحكي والخيو أنت بس كرر وراي ردد وراي يدحك على المجتمع القاعدة هذا كل يدحك عليه حرد يعني زال ما عدي قالهم للناس خيو نص البشر اطلعوا باتشوال شوي باتش يخففون عنه الضغط هذا قالوا إذا جعد يقول لكم حرام تزعلون وإذا يقول لكم منه والرجال هذا ما يصير زاد تحطون على خاطركم قضى بقولوا العجل شلون من كان هم قرروا مفاتحتهم والعاروس للسعة صغر منه بسنة ونص يعني شقد عمرها شقد راح يكون عمرها إذا عش إذا عش 12 سنة 12 سنة تجوزون شلون يريد بشون شلون يريد يعيشون شلون يريد التفغون يجوز تعرم على كاسة الشاية وعلى رلطة خمزة تلابحون معنا المخرج السوري غسان زكريا على سكايب من فرنسا ليحكي أكتر عن فيلمه الأخير يطير الحمام وأعماله أهلا وسهلا فيك غسان صباح الخير صباح نور يا هلا غسان متل ما شفنا هلأ جزء من فيلم جدار هش عم بيحكي عن زواج المبكر وانتطور بالألف وستة تحكي لنا أكتر كمان عن هالفلم تجربته هو الحقيقة كان فكرة من الأستاذ جمال سليمان بوقتها كان سفير النواية الحسنية لصندوق الأمم المتحدة للسكان واقترح أنه نعمل أفلام عن قضايا بتهم الصندوق فكان زواج المبكر واحد مننا لكن بعدين كملت الفيلم لحالي بسبب أنه اختلفنا بوجهة النظر نحن والسندوق يعني هنا عندنا طريقة ما كتير يعني جذبتني فنية وعملنا المشروع الحياة بمغامرة ما كان فيه تحضير كافي بس تعرفنا على أبو أسعد اللي كان هالا عم يحكيه هو اللي ينقذنا الحياة شو جنسية أبو أسعد يعني متل ما كنا عم نسمع اللهجة؟ اللهجة هي من ريف الرقة من ريف الرقة طيب بنا نحكي كمان أكتر عن فيلم أو عن فكرة الفيلم يطير الحمام هالفيلم شو اللي الجديد اللي عم تتناوله الفكرة تبعتوه؟ هالاول فيلم قديم الفيلم يعني صارلو خمس سنين معمول بالالفين وثماني عملناه باعتقد الجديد انه فيه شخصية الحميماتي هي للي ما بيعرف يعني حدا من الحميماتيه بشكل مباشر هي شخصية في حولها شك يعني مقفوا فضول فضول شعبي عام يعني فيه اسئلة كثيرة تبع شهادة الحميماتيه بتتناوله لا بيكسبوه لا إلى آخرية شو هنه شو الميساق الأخلاقي اللي بتصرفوا على أساسه والحقيقة انه لما اشتغلنا على الفيلم حسيت انه فئة حقيقية يعني منتشرة وكبيرة من الناس بتشتغل هذه الشغلة أو بتحب هذه الشغلة فعم حاولنا يعني انه نحكي عنهم بشكل يكون أولا يعني شامل ليقول كل المعلومات اللي لازم يقولها وبنفس الوقت نقرب من حياتهم اليومية شوي من طبيعتهم يعني كأفراد ومن همومهم حتى يعني بيوصفهم جزء من من شريحة من شراح الشعب يعني يعني بأعتقد انه يعني بأعتقد انه قدرنا نجاوب على الأقل على السئلة الأساسية اللي بتخص الحميماتي وبنفس الوقت دائما بالخلفية نشوف الحياة بهذا المكان اللي لدينا فيه اللي هو مخيام اليلموك مبارحة قناة أوريانت عرضت الفيلم شو تقييمك لأنه انت بشكل عام؟ والله أنا بحبه يعني وبحس انه عمنا فيلم شيء بس هو الواحد يعني فيه طبعا دائما بيلاقي واحد شغلات كان لازم تكون أحسن وهي ظروف تصوير ما كانت يعني سهلة كان لوقت دية وهيك بس عموما بعتقد انه اني رضياني عن المستوى العام للفيلم وقالا ما كنت كملته وبنفس الوقت بعتقد هلأ صار له قيمة إضافية بسبب نكبة المخيام الحالية انه هو وثيقة عن هالمكان الرائع يعني هو الفيلم نجح كمان أكيد وكان فيه له أصداء الحمد لله خاصة بوقته يعني هلأ أولي هلأ أولي رأيون من كان رأيون بالعموم إيجابي طبعا كان فيه ملاحظات بدون شك أكيد نحن أكيد من هنيك على الفيلم بس بدي كمان بدي أسألك كمان احنا احنا بنعرف بالوقت الراهن اللي عم تمر فيه سوريا كيف عم بتشوف أداء السوري بتصوير الأفلام وكيف عم بتشوف الصعوبات اللي عم بتواجه الإخراج أكيد وتصوير للأفلام الوسائقية بالله والله يعني بس بدي أحد يروح يصور كم لأطراش كيف ما كان قررت من ربع ضيور هذا الفيلم والسبب هو أنه خاصة بالفترة الماضية هلأ يعني كان خفض الشي شوي أنه فيه طلب يعني فيه سوء للفيلم الوسائقي في سوريا فهذا الشي خلينا كثير من الناس تستسهل شوي الشغل لكن بالمقابل صار يعني أربع أو خمس أفلام ما بعرف ما بذكرك الله هلأ يعني بس على رأسه فلم طلال دركي العودة إلى حموز فعلا أقدمت يعني شهادة تاريخية هامة جدا جدا عن عم السير طب أنت بتشوف بقوها بطبيعي أكي أنت بتشوف أنه نحن منفتقد للنقد الأكاديمي بما يخص بصناعة الأفلام أو صناعة الدراما في سوريا مو بس لنقد الأكاديمي نسخد لكل شيء أكاديمي يعني عندما تطلع على المشهد العام ما نحكي عن أستثنات بأعمال جيدة وكذا المشهد العام كله فيه في مشاكل كثير يعني تمتد من الكتابة للإخراج للتمثيل لحتى التمثيل طبعا هو الأقل شيء في نقص أكاديمي بسبب وجود المعهد بس حتى الديكور والإنتاج والأكسسوار ومضراء التصوير والآخرية كلهم أكاديميين وفيه طبعا مشكلة كبيرة والنقد وقت يتناول يعني كمان بالمشهد العام طبعا فيه نقد استثنائيين أكيد لكن بالمشهد العام وقت النقد يتناول يتناول بنصف الصيغة المستثلة والمستعجلة وهو بالعموم الشغلة كلها صايرة يعني بعتاد رزق بالدرجة الأولى فهذا مو عيب طبعا طبعا بس 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 يصيطر موضوع الرزق على المستوى والنقد أكيد طب غير المسلسلات أكيد والأفلام في مشروع كمان مجلة تحت 35 تحكي لنا أكتر عن هالمشروع وعن أهدافه الحقيقة نحن الآن نحضر له المفروض يطلع يعني ننطلق مجلة إلكترونية وعن مطلع اقتصاب علينا بسبب عدة عوامل يعني المجلة الإلكترونية رح تنطلق بشهر آذار رح تركز على السينما المستقلة وصناعة السينما المستقلة وأنه يعني نحاول نرفض الشباب العربي اللي حابب يعمل أفلام أو أي شيء مثل مسلسلات وسائقيات بمقالات أو سلاسل من المقالات يعني تسهل عليهم عملية بناء الفيلم اختيار المعدات المناسبة وكيف ممكن يعمل أفضل نتيجة ممكن بأقل ميزانية ممكنة هذا أكيد مشروع كثير حلو نحن منتشكرك غساني كتير على وجودك معنا ومنتمنى لك التوفيق من مسلسلات لأفلام لأكيد لمجلة تحت الخمسة وتلاتين وأهلا وسهلا فيك شكرا شكرا